السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم فوز عبدالعزيز مدرس راديات يا شباب تانية سنة وان شاء الله هنحل التمرين اتنين اتنين بس خدوا بالكم يا شباب مش هحل التمرين بس ده انا هشرح كل حاجة بالتفصيل وهحط حاجات اضافية علشان نفهم الدرس كويس يلا بنا يا شباب السؤال الاول اكمل ما يأتي رقم الف تكون الدلة دال حاجة دالسين هدسة الف والسيسين دلة اوسية اذا كانت الف نغط والسيسين نغط الدلة الاوسية شباب ابسط صورة ليها عدد اوسيسين والعدد اللي هو الاساس ده لازم اما يكون اكبر من واحد او ينحصر بين الصفر والواحد يعني الالف تنتمي الحاهم وجب مع عدد المجموعة واحد والاوس اللي هو السين ينتمي الحاهم يلا بنا يا شباب يبقى تكون الدالة دال حاجة دالسين هدسة الف والسين دالة اوسية اذا كانت الف تنتمي الى حاهم وجب مع عدد المجموعة واحد بس في حالتان يا شباب عايزين ناخد مثال كده العدد ممكن يكون اكبر من واحد زي اتنين اوسيسين او العدد ممكن ينحصر بين الواحد والصفر زي نص اوسيسين دية يا شباب دالة تزايدية نماء اوسي او دية يا شباب دالة نقصية تضاول اوسي رقم به الدالة الاسية رحى صورة سين بالساوي الثلاثة اوسي سين سلب واحد اساسها هو نقص خدوا بالكم يا شباب الدالة الاسية لها اساس ولها اس اللي تحت اسم الاساس واللي فوق اسم الاس يبقى الاساس كام ثلاثة والاس كام سين سلب واحد هو عايز اساسها نقصية ثلاثة يا شباب يلا بينا يبقى الدالة الاسية رحى صورة سين بالساوي ثلاثة والسسين سلب واحد اساسها اللي هو تحت يا شباب ثلاثة طب هضيف حاجة زيادة واوسها سين سلب واحد اللي هو فوق يا شباب رقم جيم الدالة قاف حيث قاف سين بتساوي ثالب واحد على اثنين لكل اساس سين موجب واحد ليست الدالة اوسية لانه نقصية لازم الاساس اللي يكون تحت اللي هو تحت اكبر عدد موجب ليست الدالة واحد طب لو افرض الاساس عدد سالب يبقى على طول ليست الدالة يبقى ليست الدالة لانه الاساس اللي هو السالب واحد على اثنين عدد سالب يلا بينا يا شباب يبقى اكتب لانه الاساس اللي هو السالب واحد على اثنين عدد سالب لازم الاساس يكون اكبر من الصف يعني عدد موجب بس لا يساوي الواحد رقم دال احداثية نقطة تقاطع الدالة الوسية ده السين بتساوي الف وسين مع المستقيم السين بتساوي صفر هي النقطة نقطة نعم لي يا شباب ممكن واعد يكون حافظ وعايز احداثية نقطة تقاطع الدالة الوسية ده السين بتساوي الف وسين مع المستقيم السين بتساوي صفر اللي هو محور الصداء بدي الدالة الوسية في ابسد صورة احنا عارفين الدالة الوسية في ابسد صورة تقطع محور الصداء وانت مغمد عند صفر واحد بس ممكن تكون الدالة الوسية مش في ابسد صور عايز نقطة اكتحه مع محور الصدق اللي سين بتساوي صفر عشيل سين في الدلل و سين احط الصفر يلا نماشي بالطريقة دي عشان نفهم كويس يبقى يا شباب انا هعمل بالتعويض جاء لك سين بكاين بصفر تبون جاء لعندما سين بتساوي صفر فان صاد بتساوي الطرف الايصر اللي ادال اشيل سين و حط صفر يبقى الف الصفر اي حاجة الصفر بواحد يبقى سين بصفر و صاد بواحد تحطها في زوج مرتب يبقى صفر واحد دي طريقة اساسية علشان نحل ايه مثالي رقم هي معادلة محور التماثل لمنحنة دلتين دل و راه حيث دلسين بتساوي تلاتة و سيسين و راه سين بتساوي تلتة و سيسين هو نبرا خدوا بالكم يا شباب دل دلتين اشياتين و في ابسط صور لانها عدد اشيسين بس الاحظ الاساس هنا معكوز ضرب الاساس هنا الاساس هنا تلاتة و الاساس هنا تلتة معكوز ضرب البعض يبقى على طول معادلة محور التماثل هو معادلة محور الصدات طب ايه هي معادلة محور الصدات اللي هي سين بتساوصف يبقى نكتب هو سين بتساوصف طب احنا عايزين نفهمها بالرسم يا مصر يلا بنا يبقى يا شباب يبقى معادلة محور التماثل الملحنة دلتين دل و راح عشو دلتين بتساوصف تلاتة و سين و راح عشو تلاتة و سين هنرسم دلتين بتساوصف تلاتة و سين دي دلتة و سين و نلاحظ الاساس اكبر من واحد برسمك هزي نرسمها فوج محور السينات و تمر بالنقطة 01 و تزايدية النقطة دي 01 نرسم دلتين فوج محور السينات و نعملها تزايدية كده يعني احنا الناحية الشمال الاجرب للسينات و الناحية اليمين ابعد للسينات كده يبقى دلتين بتساوصف تلاتة و سين الدلتين الدلتاني راح عشو تلاتة و سين هلاحظ الدلتين هنا في ابسط صورة والاساس ينحصر من 01 يبقى دلتين فوج محور السينات و يمر بنقطة 01 بس تنقصية كده يا شباب يبقى دلتين بتساوصف تلاتة و سين هلاحظ الناحية اليمين صورة بالزبط من نحية الشمال من عند محور السادات يبقى على طول محور السادات هو خط التماس عايز المعادلة بتاحته معادلة محور السادات يا شباب اللي هي سين بتساوصف اكتب سين بتساوصف السؤال الثاني اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات الآتين رقم ألف تكون الدلة الأسية التي أساسها ألف تزاودية إذا كانت نوبة أي دلة الأسية شباب امتى تكون تزاودية إذا كانت أساسها أكبر من واحد واحنا عارفين الأساس يبقى نختار رقم به احنا عايزين نوضحها بالرسم يا مستر يبقى تكون الدلة الأسية التي أساسها ألف تزاودية إذا كانت أي الأساس اللي هو ألف أكبر من واحد مثال كده عايزين دلسين بتساوي خمسة أسسين ده الأساس وده الأسس هلاحز الأساس أكبر من واحد والأسسين ينتملها رسمتها ازاي تبقى الدلة تزاودية ده الأساسية في أبسط صورة أخذوا بالكم يبقى على طول أرسمها فوق محور السينات وتمر بالنقطة صفر وصف وتمر بالنقطة صفر واحد وتزاودية يعني ناحية الشمال أقرب للسينات وناحية اللي منها بعد للسينات كده يا شباب النقطة صفر واحد هنا ونعملها تزاودية كده يا شباب فوق محور السينات ده الدلسين هتساوي خمسة أسسين رقم به تكون الدلة الأساسية التي أساسها ألف تنقصية إذا كانت نجة طبعا يا شباب دي أكسدين نحن جايلين الدلة التزاودية إذا كان ألف اللي هو الأساس أكبر من واحد طب التنقصية إذا كان ألف اللي هو الأساس ينحصر من صفر واحد اللي هي رقم جين صفر أصغر من ألف أصغر من واحد طب احنا عايزين مثال بالرسم يا مستر يلا بنا يبدأ تكون الدلة الأساسية التي أساسها ألف تنقصية إذا كانت إيه الأساس اللي هو ألف ينحصر من صفر واحد نكتبها زي صفر أصغر من ألف أصغر من واحد عايزين مثال كده يكون الأساس عن حصر من صفر واحد اللي هي دلسين بتساوي خمسة أسسين خدوا بالكم الأساس دلوقتي هنحصر من صفر واحد ودلل أصغر من أبسط صور يقرر أرسمها في محور السينات أرسمها في محور السينات تمر بنقطة صفر واحد تنقصية نقطة صفر واحد للنقطة هنالك يمر بها الدلل الأصغر يمر بها المنحنة والتنقصية الناحي الشمال أقرب للسنات و الناحي المين أبعد للسنات يبغى دي ده السين بتسوي خمس و السسين رقم جين الدل الأسية ده الحاسوداء السين بتسوي ألف و سسين و ألف أكبر من واحد يقترب خطها البيانة من نقاط خدوا بالكم يا شباب احنا لسه مضحنا من راس إذا لقيت الدل الأسية و فأبسط صور بس لقيت الأساس أكبر من واحد يبغى على طول الدل الأسية تزاودي تزاودي يعني يا شباب للناحية الشمال الأقرب للسنات و الناحية اليومين أبعد للسنات إيه من دولة نحية الشمال الأقرب للسنات يعني محور السنات اللي هو الاتجاه السالي يبغى يخترب خطها البيانة من محور السنات فيين في الاتجاه السالي نحن الشمال اللي هي الاتجاه السريب يا شباب طب احنا يا مصر عايزين نفهم بالرسم يبقى يا شباب الدالة الأسية دالة الأسية دالة الأسية دالة الأسية سواء ألف أسية وألف أكبر من واحد يبطر بخطها البيانة من النقر دي الدالة الأسية في أبسط صورة والأساس أكبر من واحد يبقى دالة نماء أسية لها دالة تزاودية يبقى على طول نحن عارفين دالة النماء الأسية اللي في أبسط صورة لازم يكون تزاودية تزاودية يعني نحية الشمال أقرب لسنات ونحية المنى بعد لسنات عايزين مثال كده يبقى مثلا دالة الأسية بتساوي تلاتة أسية سين دالة الأسية في أبسط صورة والأساس أكبر من واحد يبقى دالة تزاودية أرسم هذه أرسمها في محور السنات وتمرها بنقطة صفر والواحد وتزاودية دام حور السنات ودام حورwe vestato حرسمها فوق مهر السينات وتمر بنقطة 0.1 وتزايدية يعني ناحية الشمال أقرب للسينات وناحية المنى بعد للسينات كده يا شباب هلحظ يقترب خطة البيانة من ايه؟ ناحية الشمال بتقترب من السينات يعني من السينات في الاتجاه الايه السالي؟ من محور السينات بس في الاتجاه السالي طب يا ميستر الطلاب عايزة مسألة شبهة بس بالعكس يعني ايه؟ ده السين بسوء ألف و السين و ألف تنحصر من صفر و واحد في الحالة دي يا شباب ده للتضاء القسي يلا ناخد مسألة عليه يبقى الدلة الأوسية ده الحسو ده السين هتساوي ألف و السين و سفر أصغر منه ألف أصغر منه و اصغر منه و واحد يقترب خطة البيانة من النقر لا تلك الاساسية فقط. ولكن الاساسي فقط. الاساس يحصر بن 0.1 وقال اسمها تضاول 12. يعني الاساسية. عايزين مثال كده. دلسين بتساوي. خمس والسيسين ده ده التنقصية ليه؟ لان الاساس يعني حصل من صفر وواح عايزين نرسم هنرسم فوق محور السنات وتمر بالنقطة صفر وواحد بس التنقصية يعني عن ناحية الشمال اقرب للسنات وناحية اليومين ابعد للسنات ده محور السنات وده محور الصداء طبعا هنرسم فوق محور السنات وتمر بالنقطة صفر وواحد والتنقصية التنقصية زي يبقى النحية اليمين اقرب للسنات والنحية الشمالة بعد للسنات كده يا شباب هلاحظ النحية اليمين ايه؟ تقترب خطاء البيان من محور السنات في الاتجاه يا شباب اليمين اللي هو الموضوع من محور السنات بس في الاتجاه الموجة اللي هو النحية اللي من يا شباب رقم دال في الدال الوسيئة دال حيث دال سين هتسوى الف والسين والف اكبر من واحد تكون دال سين اكبر من واحد عندما نقاط موجود في الاختيارات يا شباب عايز الفترة بتاع تسين سين تنتم الحا سين تنتم الحاموجة بسين تنتم الحساري بسين تنتم الحسار خدوا بالكم دي عايزة تركيز يا شباب مش هنفهمها كويس غير بالرسم بس لازم نتناقش شوية دال سين بتسوى الف والسين دال الوسيئة اساسية دال الوسيئة في ابسط صورة والف اكبر من واحد يعني الاساس اكبر من واحد يبقى دالت نماؤس واحنا عارفين رسميتها زين عايز دال سين اكبر من واحد دال سين اللي هي الصاد يا شباب هشوف لما الصاد اكبر من واحد المنحنة هيكون فين ونايمه على السينات يبقى شوف لما الصاد اكبر من واحد الجزء اللي فيه صاد اكبر من واحد المنحنة فين ونايمه على السينات هتلاحظ يا شباب لانتناتنام على السينات لما الصاد اكبر من واحد هنام عليمين السينات كله بس معدد الصف يبقى سن تنتمي الحهموج اظنوا ما فهمناش تعالوا نفهم بالرسم يا شباب يبقى دي يا شباب دلوقتي دال السن بتسيوه الف والف اكبر من واحد دي اسمها دالة نماء اس رسمتها الزي اخدناها يام عايز الصورة العامل دم لدالة النماء الاس ارسمة فج محور السنات وتمره بنقصة 01 State University داء محور السناء داء محور السداء ارسمة فج محور السنات وتمره بنقصة 01 والتتزاودي يعني ايه الشمال اقرب السنات والي من ابعد، السنات كده يا شباب يبقى دا دالло السين هتسوه الف السين دي السورة الاساسية هو عايز ده السنة اكبر من واحد خدوا بالكم ده السنة الى صاد اشوف الجزء اللي هو صاد اكبر من واحد المنحنة فين هنا صاد بتسوح عايز اكبر من واحد يعني فوق هلاج المنحنة ده يا شباب نايم عالسنات هتلاقي نايم على السنة الموجة بكله بس معادة الصفر معادة الصفر ليه يا شباب لان جالك اكبر من ما جالش اكبر من او تساوي جالك اكبر من يبقى نايم على المنحنة اللي فوق ده بس يا عالسنات معادة النقطة ده جالك اكبر من واحد تب ده يا شباب حاهموجة يبقى سين تنتمي الحاهموجة ممكن يكون اختار تاني سين تنتمي حاهموجة بالفترة بتاعتها ايه فترة مفتاح الصفر وما الانهاية ممكن تيجي كده وكده بس هيها جدت في المسالة ايه يا شباب سين تنتمي الحاهموجة كده عرفنا جميع الحلالة رقم هي في الدل الاسية حيث سين تساوي الف وسين وصفر اصغر من الف اصغر من واحد تكون صفر اصغر من الف وسين اصغر من واحد عندما سين تنتمي النقطة خدوا بالكم يا شباب هنا عايز فترة دي الشباب اللي جاب لها بالزبط بس عايزة شوية حاجات دي دل التضاول الاسي نحن عايزة عارفنا ازاي نرسم دالت دضاول الاسي الناحية اليمين اقرب للسنات الناحية الشمال ابعد للسنات بس خدوا بالكم من دين الف وسين الى صاد يبقى الصاد تنحصر من صفر واحد اشوف المنحنة بتاعها فين ونهام على السنات الصاد يعنى حصر بن صفر واحد شوف المنحنة بتاعها فين ونهام على السنات هتلاقي المرحنة بتاعها فين يا شباب على يمين السناء وهي يقول لي على طول مصر يبقى سين تنتمي الحاهموجب صح بس هل موجود في الاختيارات حاهموجب لا هلاجي حاهموجب اللي هي الفترة المفتوحة صفر ومالرهاية ليه فترة مفتوحة لاني مغلقش او تساوي ماشي يا شباب خدوا بالكم من دين عايزين نفهمها بالرسم يا مصر يلا بي يبقى رحسين هتساوي الف واسسين دالة اسية فابسة الصورة وصفر ازغر من الف ازغر من واحد يبقى على طول الاساس ينحصر من صفر واحد يبقى دالة تضاولوس رسم دالة التضاولوس زي فوج محور السناء وتمر بنقطة صفر واحد وتناقصية دي السناء دي السناء فوج محور السناء وتمر بنقطة صفر واحد وتناقصية التناقصية يعني اليمين اقرب للسناء والشمال ابعد للسناء كده يا شباب يبقى دالسين هتساوي الف والسين بس المرادة الالف ما تنحصر من صفر واحد الاساس طيب ما تنحصر من صفر واحد ما تنحصر من صفر واحد ما تنحصر من صفر واحد وانها اكتب هنا سن تنتمي للفترة المفتوحة صفر واحد يقول له مستر انا اكتبتها سن تنتمي الحاموجة فهتاخد غلط رغم انها صح بس هل في الاختيارات سن تنتمي الحاموجة يبقى لازم نركزه بدي يا شباب السؤال الكالب بيان ايا من الدول اللي اعطيها دالة اسية ثم مكتب اسها واساسها قبل ما حل المسال يا شباب لازم الاول نراجل احنا عارفين الصورة الاساسية للدالة الاسية في ابس الصورة الف اسية والف تنتمي الحاموجة معدل واحد والاس متغيب بس اخدوا بالكم ممكن تكون المعادلة الاسية مضربة في عدد وممكن تكون المعادلة الاسية مضافئة لمعاها عدد وممكن يكون القس مقدار خدوا بالكم دي يا شباب تعالوا مثال لك ده السين بتساوي اتنين على تلاتة في خمسة قس تلاتة سين ناجس واحد زايد اتنين دي يا شباب معادلة الاسية مضروف في المعادلة الاسية عدد الهوة اتنين على تلاتة وموضاف مع المعادلة الاسية عدد الهوة اتنين والاس مقدار خدوا بالكم دي ايه هو الاساس خمسة وايه هو القس تلاتة سين سالب واحد يبقى اكتب الاساس هتساوي خمسة فاصلة القس هتساوي تلاتة سين سالب واحد يبقى لازم نركز دي الدلة القسية ممكن يكون مضروف في عدد وممكن يوضاف معها عدد وممكن يكون القس مقدار لازم يكون سين لوحد ممكن يكون مقدار فيه سين خدوا بالكم دي ايه يا شباب عشان لما نحل المسال رقم الف ده السين بتساوي اتنين سين تكاين مش هلاقي عدد قس سين خالص فيه ده مقدار جابر يا شباب الاسي الرمز في الاساس يبقى على طول مقدار جابر يبقى رقم الف ده السين ده السين بتساوي اتنين سين تكاين ده سباب مقدار جابر مش دال الاسي الدال الاسيه لازم يكون الاساس عدد والاسي سين رقم به دال سين بتساوي اتنين على ثلاثة في خمسة والسين طبعا دال الاسيه لاحظ انها مضروفة في عدد اتنين على ثلاثة في خمسة والسين اتنين على ثلاثة في خمسة والسين اتنين على ثلاثة في خمسة والسين الاساس 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 اتنين على ثلاثة في خمسة الاساس 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 اتنين على ثلاثة في خمسة الاساس ده السين بتساوي. انا نسيتها برضو. واحد على السين سلب واحد. ده شباب مقدار جبر. واحد يقول لي ممكن اعمل هنا قس واحد. هل القس في السين? لا. ده السين في الاساس. يبقى ده على طول مقدار جبر. رقم د. ده السين بتساوي ثلاثة سين تربح سلب واحد. ده دلوقت يا شباب مقدار جبر. لان السين في الاساس. ماهوش فلوس. ده لهو السعادة. يلا بنا يا شباب. يبقى رقم د. ده السين سين بتساوي. انا نسيتها برضو. ثلاثة سين تربح سلب واحد. هلقى الاساس. موجود في السين والقس عادة دي. بقى ده مقدار جبر. رقم هي. ده السين بتساوي اثنين على ثلاثة لكل السين سلب واحد. ده على طول طبعا ده ده السين. خدوا بالكم. الاساس مقدار مش مشكلة. اهم حاجة. الاساس عدد. والاساس موجود في السين. يلا بنا. رقم هي. ده السين بتساوي نسيتها برضو. اثنين على ثلاثة لكل السين سلب واحد. يبقى ده على طول ده السين. الاساس هو ايه اللي تحت. اللي تحت اثنين على ثلاثة. والقس اللي هو ايه. القس اللي فوق سين سلب واحد. بالمقدار كل. بس اخدوا بالكم. لازم تتأكد ان الاساس موجب ولا يساوي الواحد. رقم هي. ده السين بتساوي السالب سبعة وستسين واحد يقول يا مصر ده الاوسية. ليه؟ لان الاساس عدد والقس فيه الرمز. يا حبيب انا قلت لك لازم تتأكد ان الاساس عدد موجب لا يساوي الواحد. ده الاساس هنا عدد سالب. يوجد لاسا ده الاوسية. رقم واو. ده السين بتساوي. انا فكر هذا الحمدلله. سالب سبعة لكله السين. ده على طول لاسا ده الاوسية. ليه اللي وضح؟ لان الاساس اللي هو السالب سبعة اصغر من واحد. كده وضحنا كل حالة يا شباب. السؤال الرابع. مسل الدالة دال في كل مما يأتي بيانيا ثم اوجد المجال والماذا لكل منها. وبين ايا منها تزاويضية وايا منها تناقصية. خدوا بالك يا شباب في كل حالة من ديني. احنا عرفنا دلوقت ازا كانت الدالة الاساسية فابسط ازا كانت الدالة الاساسية فابسط صور. امت تكون تزاويضية وامت تكون تناقصية. لو الاساسة اكبر من واحد تزاويضية. ولو الاساسة يعني حصل بين صفر والوعد يبقى تناقصية. وعارفين رسمك كل واحد. بس هنا في حالات يا شباب هتكون الدالة الاساسية ليست في ابسط صور. يبقى لازم نعرف ثلاث حاجات. اول حاجة الاتجاه. تاني حاجة نقطة التقطع مع الصداة. تالت حاجة نوع الدالة. تزاويضية ام تناقصية. خدوا بالكم دي يا شباب. رقم الف دي دالة وسيا فابسط صورة. احنا عرفنا رسمتها. يلا بينا. دي دالة وسيا فابسط صورة. والاساس ماله دلوقت اكبر من واحد. يبقى يا شباب دالة تزاويضية. دالة نماء الاساسية. دالة النماء الاساسية في ابسط صورة. اعمل ايه? ارسي من حانة فوق السيناء. ويمر بنقطة صفر واحد. وتزاويضية. تزاويضية يعني الشمال اقرب للسينات واليومين ابعد للسينات. كده. يبقى دي الدالة سين بتسوى الثلاث. هو عايز حاجات تاني. المجال. في الدالة لسيعة غالبا على طول المجال حق. المجال تسوي حق. ليه؟ نايم المنحن على السينات. نايم الشمال بعد كده نايم اليمين. الشمال على طول متجه طوال. يبقى نايمه ويطلع سليم ما الانهائي. اليمين برضه متجه طوال. نايمه ويطلع ما الانهائي. سليم مالية ومال نهاية لها حق. طيب بعد كده اجيب المالية. بتسام. نايموا على الصداء. خدوا بالكم. هنام على الصداء. نايم اللي تحت بعد كده نايم اللي فوق. خدوا بالكم. من اللي تحت ده. ما بيوصلش. بيتجرب للسينات بس ما بيوصلوه. لو نايمتوا على الصداء مش هالمي الصداء. يفعلهم مفتوه. نايم الفوق. الفوق طلع على طول. يبقى الي ما هي. خدوا بالكم. نايم اللي تحت. اللي تحت ده بيمشى على طول بيجرب للسينات بس ما بيوصلوهش. لو نايمتوا على الصداء مش هالمي الصدائت يفقى عمى الصفر مفتوح. كده كده المادة عمى صفر مكفتوح. ماشي يا شباب يبقى احنا عملنا اول خطر. تعالوا فضل التنح. الثالث حاجة اللي هو عايزة ايه التزايدية ام تنفسية. ده دل وقت تزايدوه على التنفسية الدلة. تزايدوه. رقم به. دل سين بتسوي نصف اسيسين. لسه رسمين شبه. دي دل التضاول اسيه والدل الاسيه هنا في عبسة صورة. يلا بنا يا شباب. هراجي دل الاسيه في عبسة صورة والاساسي انحصر من صفر وواحد يوجد دل الاسيه تضلل تضاول اسيه. الاساسيه التضاول اسيه عامل ايه? ارسمها في محور السينات وتمر بالنقطة صفر وواحد. ومال ها دلوقت تنقصية. تنقصية يعني يعني اليمين جرابة للسينات والشمال بعيدة عن السينات. كده يا شباب. يبقى دل سين بتسوي نصف اسيسين. طب احنا عايزين نجيب الحاجات اللي هو عايزة المجال والمدى والايه? ونشوف التزايدية او التنقصية. المجال على طول حق. نام على السينات. نام الشمال بعد كده نام اليمين. الشمال هيبقى ممتد على طول الجهي سلمان نهايه. اليمين ممتد على طول المال نهايه. واحنا عارفين سلمان يوم ومال نهاية ليحة. تعالوا بعد كده نجيب المادة. نام على الصدرات. الملحنة ده نام على الصدرات. نام اللي تحت بعد كده نام الفوق. اللي تحت ده بيجرب للسينات بس ما وصلش للصفر. يبقى عمل صفر ومفتوغ. بيجرب للسينات ما بيوصلوش. لو نامت على الصدرات مش هالم الصفر. يبقى صفر ومفتوغ. فقط نام الفوق هتلاقيه طلع على طول يبقى اليمان نهايه. طيب يدال هنا يضحى دلوقت. يبقى تضال ورس يبقى الدل التنقصي. رقم ده. ده السين بتساوي سالب 3 في 62. خدوا بالكم دلوقت يا شباب. ده يجدال لو سيا فقص الصورة. اللي انها مضربة في عدد. يبقى لازم اعرف 3 حاجات. الاتجاه. ونقطة تقطع مع الصدرات. والتزايدية ولا تنقصي. الاتجاه. هلاحظي ان الاشارة سالب وما فيش مضاف. يبقى هرسمها تحت محور السيناء. نقطة تقطع مع الصدرات. شلسين وحط صفر وشوفوا النقطة تبقى ايه. بعد كده شوف تزايدية ولا تنقصية. خدوا بالكم من غير سالب. هلاجي الاساس اكبر من واحد يبقى تزايدية. تبقى السالب اعكسها تبقى تنقصية. خدوا بالكم. من غير سالب الاساس اكبر من واحد يبقى دلة تزايدية. تبقى السالب اعكسها هتكون تنقصية. ادخلوا بالكم من الثلاث حاجات دول مع ايه مسالة. يلا بيه. يبقى الحاجة شباب الاتجاه. هيكون فين? اسفل محور السيناء. ليه? مضروبة في سالب ما فيش مضاف. ما فيش لمجمع ولا مطروب. يبقى اسفل محور السيناء تحت. طيب. نقطة التقطع مع السادات. نقطة. التقاطع. مع. السادات. عشل السلسل الحوت صفر. سلسل protests. ارى الصاد في الجاي. عن عشل السلسل الحوت صفر. يبقى سالب ثلاثة في اثنين والصفح. سالب ثلاثة. في 2 و 0 1 ستخرج بسالب 3 يوجد نقطة تغطو 0 و 3 خدوا بالكم 0 و 3 هتكون هنا بعد كده شوف الدلة التزايدية او التناقصية الدلة خدوا بالكم من غير السالب هل هذه العساس اكبر من ايه من واحد يوجد تزايدية تب السالب اعكسها يوجد الدلة التناقصية خدوا بالكم الثلاث حاجات دول مع ايه مسالة طيب يبقى تسمى تحت سمى حر السناء طب نقطة تغطو مصادات 0 و 3 ولد تكن هنا 0 و 3 والدلة نحية شباب تناقصية تناقصية يعني تبقى ازيع الشباب كده يبقى اعمل مرحنة كده يا شباب 1 1 2 الاتجاه اسفل محور السناء وعرفنا ليه الشعر السالب مفيش مضاء نقطة تغطى مع الصدرات جبته 30 سناء 0 من غير السالب كانت تزايدية لان الاساس اكبر من 1 تب السالب تبقى تناقصية تناقصية كده يا شباب كل المسال بنفس الخطوات خدوا بالكم رقم رقم سنة خدوا بالكم يا شباب هذا الاساس هذا الاساس ولكنه لا يوجد ثلاث حاجات الاتجاه نقطة تغطى مع الصدرات تزايدية الاتجاه الاتجاه هلاقي موجب الاشارة موجب ومضاف معه واحد يبقى ارسمها فوق صدب واحد المضاف بواحد يعني هتبقى عند الصدب واحد اشوفها فوق واللي تحت الاشارة موجب يبقى فوق صدب واحد هرسم خطه وفقي عند الصدب واحد ثانية حاجة نقطة تخطع مع الصدر شليسين وحط صفر وهت النقطة ثالث حاجة تزايدية الاتنقصية الاساس اكبر من واحد والاشارة موجب يبقى عطل تزايدية خدوا بالكم يا شباب يلا بنا ماشوا واحد واحد يبقى الحاجة يا شباب الاتجاه هلاحظ الدل اللي بسيها موجبه ومضاف واحد يبقى فوق محور السيناء فوق فوق محور صدب تسوي واحد المضاف واحد عند صدب تسوي واحد وشد خط وفقي يبقى فوق صدب تسوي واحد لان الاشارة موجب طيب بعد كده نقطة التقاطع مع الصداقات الشيطين عطل صفر يبقى صين بتسو صفر عايةججيب الصغ بتسوي اثنين اوص صفر موجب واحد برا القص بتسوي اثنين اوص صفر موجب واحد تسوي ثلاثة يبقى عند نقطة قطاع الصداق طيب الدل عايز نعرفه التزايدوه على تنقفين حلاج الدل مجابه والاساس اكبر من واحد يبقى الدل التزايدين هقول دول تانية شباب الاتجاه المضاف واحد يبقى عند صد بواحد شط خطوفك بس شرط الدل مجابه يبقى فوق فوق محور صد بتشوى واحد نقطة تقطع مصادات شط صد ثلاث صد بثلاثة يبقى صفر وثلاثة الدل تزايدوه عليها يا مصر لشرط الدل مجابه والاساس اكبر من واحد يبقى تزايدين اول حاجه اشوف الاتجاه فصد بواحد هنا شط خطوفك لانه هرسمها فوق يا شباب ده محور جديد هيكون فوقي لانه فيه مضاف فوق محور صد بتشوى واحد المحور ده فوق هاتسمها فوق تبنوك تقطع مصادات سفر وثلاثة سفر وثلاثة الدل تزايدوه يبقى كده يا شباب تبنوك تبنوك يبقى لازم اعرفت ثلاث حاجات الاتجاه بيقطع محور المضاف سالب اثنين يبقى عند صد بسالب اثنين تبنوك تبنوك توقع يبقى فوق يبقى اثنين عرفت الاتجاه. ثاني حاجة. عايز نقطة على الصداد. شلسون وحطوا صفر وحطوا صفر. ثالث حاجة. تزادئة ولا تناقصية. خدوا بالكم. الإشارة موجب. والأساس يعني حصر بين صفر وواحد. يبقى على طول التناقصية. يبقى شباب لازم نعرف الثلاث حاجات. يبقى اول حاجة شباب الاتجاه. في مضاف سالب اتنين. يبقى عند السالب اتنين على الصد وحط شد خطوفك. طب الإشارة موجب. يبقى فوق. محور. صد بتساوي سالب اتنين. مش يا شباب. تعالوا بعد كده نقطة تقطم على الصداد. شلسون وحطوا صفر. يبقى سين بتساوي سفر عز الصد. نص صفر موجب اتنين. سالب اتنين. يبقى نص صفر موجب اتنين. سالب اتنين. نص صفر موجب اتنين باتنين. طب مربع نص ربع. ناقص اتنين. ربع ناقص اتنين. يبقى لها سالب واحد وثلاث تربة. سالب واحد وثلاث تربة. ماشي يا شباب. طب انا عايز اعرف دلوقت بعد نقطة تقطع نوع الدلة ايه. لاحظ ان الاساس ينحصر بن صفر واحد والاشارة موجب. يبدل التنقصية. لازم تعرف الاشارة. طب لان ان تنحصر بن صفر واحد والاشارة سالبة. هي تنقصية عكساتي بجاية تزاريخ. اخذوا بالكم دين. طب تعالوا يلا نرسم كل حاجة من دين. فقوا محور الصاد باتساوي سالب اتنين. السالب اتنين هنا. شد خط وفك وهترسمها فوق. وضح كل حاجة عشان تبقى الرسمة مية مية. خذوا بالكم الرسمة مش هتوصل للصاد باتساوي سالب اتنين. بتجرب لها بس ما بتوصل لها. طيب نقطة التقاطع مع الصادة. كم؟ سفر وسالب واحد والتالة تربة. هنا مسلا. يوجد سفر وسالب واحد والتالة تربة. طب التدل التنقصية. تنقصية عناية يا شباب. هتبقى جاية كده. ما بتكتعش المحور ده بتجرب له بس. كده يا شباب. خطوات بتكرر مع كله. بس اهم حاجة تعرف الثلاث حاجات دولت. لو تدلل السيئة مهاش فأبسط صورة. رقم واو. دلسين بتساوي اثنين في اثنين على ثلاثة. لكل سيئة سالب واحد. موجب واحد. نعمل يا شباب. طبعا الدلل السيئة ليست فأبسط صورة. يبقى هتجيب الثلاث حاجات. الالتجاه. هلاحظ المضاف واحد. عشد خطوفك. تب فوق ولا تحت. الاشارة مجابه يبقى فوق. بيبقى فوق محور صاد بتساوي واحد. ثاني حاجة. نقطة التغطي مع الصادات. شلسين نحط صفر وحط النقط. ثالث حاجة. تزيادوها للتناقصية. الاشارة مجابه. بس الاساس أصغر من. يعني نحصر من صفر و واحد. يبقى على طول التناقصية. خدوا بالكم دي يا شباب. يلا بي. يبقى والحاجة الاتجاه. مضاف واحد. والاشارة مجابه. يبقى فوق محور صاد بتساوي واحد. فوق. محور. صاد. بتساوي واحد. او اعلى. بس انا كتبت فوق مش مشكلة. نقطة. التقاطب. مع. الصداء. الشلسين نحط صفر. هنا يلا يبقى صاد بتساوي. الطرف الاسل الشلسين نحط صفر اثنين. فيه اثنين على ثلاث. كله صفر سالب واحد مجاب واحد. بتساوي. لازم تكون لماح. اثنين زي ما هي. فيه. صفر سالب واحد بسالب واحد. يبقى لازم تشكل بالاساس. الوسف سالب واحد شكل بالاساس. تبقى ثلاثة على اثنين. مجاب واحد زي ما هي. بتساوي. اثنين مضروب تروح مع اثنين مقام. يبقى ثلاثة زي واحد لي اربعة. يبقى نقطة تقاطم الصادات صفر واربعة. ماشي. طب تعالوا دلوقت نوع الدل. لاحظ. الاساس ينحصر من صفر واحد. بس الاشارة مجاب. يبدل للتناقصية. طيب. لو الاساس ينحصر من صفر واحد. والاشارة سالبة. هي من غير سالبة تناقصية. عكسها تبقية تزايدية. اخذوا بالكوميديا. عشان المسائلة اللي جاية. تعالوا نعمل كل خط. الاتجاه. شوف صد بواحد فين. واحد اهي صد. وشد خط وفر. بيجرب الخط. بس ما بيكتعوز. تناقصية. يجرب له فين. في ناحية اليمين. نقطة التقطعة من صفر واربعة. هنا مثلا. سفر واربعة. تناقصية. يعني. الناحية اليمين. اقرب للمحور ده. ونحية الشمال ابعد. كده يا شباب. ما بيكتعش المحور ده. بيجرب له بس. ماشي يا شباب. كده عرفنا كل حاجة بالتفصيل مع اي مسائلة. اخر واحدة بس خدوا بالكوميديا يا شباب عشان خطر. ده السين بتساوي ساري بنصف لكل ستين سين موجه بتلت تربع. طبعا. ده السين مش فاق بس صورة. لازم الاول اعرف الاتجاه. المضاف تلت تربع. يبقى عندي تلت تربع وشد خط وفق. تلت تربع اللي هي اقرب للواحد. طب الرسمة فوق ولا تحت. تحت يا شباب لان ان شارة ساريبة. خدوا بالكوم. يبقى عندي تلت تربع شد خط وفق. والرسمة تحت. يبقى اسفل. محور صادم يسوي تلت تربع. كده عرفنا الاتجاه. بعد كده نقطة تغطم الصادق. بعد كده. الدلة تزايدية والتناقصية. خدوا بالكوم الدين. الاساسي عن حصر بن صفر واحد. واحد يقول يا مصر يبقى تناقصية. يبقى تناقصية يا حبيب. ده الإشارة ساريبة. يبقى عكسة تزايدية. فهمتوا اللي انا قلتوا. ايه رأيكم يا شبابة الطريقة دي. الثلاث حاجات دول مع ايه مسالة. يبقى الحاجة الاتجاه. مضاف تلت تربع. عند تلت تربع. خشد خط وفك. طيب فوق اللي تحت الإشارة سليبة. يبقى اسفل. صاد بتساوي تلت تربع. تلت تربع اللي هي تحت الواحد بربع يا شباب. اقرب للواحد يعني. طيب بعد كده نقطة. التقاطع. مع الصداق. شيل سينو حط صفر. يبقى صاد بتساوي. الطرف العسر شيل سينو حط صفر في صفر. نص. اتنين سيني يعني اتنين في صفر. موجه بتلت تربع. اتنين في صفر بصفر. نص والصفر بواحد. بس خدوا بالكم قبلها سالب. يبقى السالب واحد موجه بتلت تربع. هتطلع بالسالب ربع. السالب ربع هنا يا شباب. ماشي. تعالوا بعد كده نوع الدل. خدوا بالكم انتها عشان خطر واحد يقول لي الاساس. يعني حصر من صفر واحد براف عليه. تنقصي. بس خدوا بالك. قبلها سالب الإشارة سالب. اعكسها تبقى الدل التزاويدي. اللي انا قلت علاه في الاول خط. تعالوا لماشي خط و خط. سالب ربع. اسفل صد بتلت تربح. صد تلت تربح هنا يا شباب. شد خط و خط. انا هردسي تحته. بدل الاشارة سالب. يبقى تحت المضاعف. نقط التقطع مع الصدات. صفر و سالب ربع. صفر انزلات سالب ربع. جرايبة هنا. سالب ربع. الدلة تزاويدي. يبقى تكون كده يا شباب. بس مش ستقطع الخط ده. تمام يا شباب. كده عرفنا كل حاجة بالتفصيل. اظن مفيش حسن من كده. دلوقت يا شباب. هنحل السؤال العاشر. بعد كده نبدأ بباقي الاسئلة. اللي هي التطبقات. اذا كان دل سين بتساوي 32 سين. فازبت ان المقدار. واحد على دل سين. مجاب واحد. مجاب واحد على دل سرب سين. لو كيمة سابطة مهما كانت كيمة سين. هنعمل يا شباب. الكسر الاول. هنعوض بالدلة فيه. زي. الكسر الثاني هنعوض بالدلة فيه. هنلاقي مجموعة كسرين. اواحد المقامات. اضرب طرفين فرسطين. يعني اعمل مجاس. اختصر. هيطلع الناتج بواحد. عرفت ازي يا مستار. يا حبيب انا حليل هجاب لمحلها معك. بس لازم اقول لكم حتة صغيرة. اذا لجيت كسر اللي في البسط. نفس اللي في المقام. المقدار اللي في البسط هو نفسه. المقدار اللي في المقام. يبقى جسميتهم بواحد وانت مغمر. طب اذا كان في اختلاف. عمره ما يسوا واحد. يلا بنا يا شباب. يبقى شباب هعود في الدلة. من الدلة في الكسر الاول. بتساوي. واحد زي ماين. ده السين. شيلها حط الطرف العسر بتاعها. اثنين و سيسين. موجة واحد زي ماين. بين الكسرين موجة. بنزله جماعة. عوض بالدلة في الكسر الثاني. واحد في البسط الثاني. ده السالب سين. طرف العسر للدلة. شيل سينو حطه سالب سين. تبقى اثنين و سو سالب سين. موجة بواحد زي ماين. هتلاقي دلوقت مجموع خسرين. لازم تواحد المقام. تواحد المقام يعني يا مصر اضربهم في بعض. دف كوس و دف كوس. اثنين و سيسين. موجة بواحد. في الكوس. كوس الثاني اثنين و ستالب سين. موجة بواحد. بعد كده اعمل المقاص ديف دي و ديف دي. والشارة موجة بينهم جمعي. واحد في ديها هي نفسها دي. اثنين و ستالب سين. موجة بواحد. بين الكسرين موجة بزيمعي. ديف دي هي نفسها دي. اثنين و ستالب سين موجة بواحد. هنختصر البسط والمقام. هنلجم العوار نضرب القفية. ح Milan ترتب حدود. واحد اثنين و ستالب سين بعد كده. موجة. اثنين و سين ما في مشابه نلزله جمعه. موجة. اثنين و ستالب سين ما فيش مشابه نلزله جمعه. موجة بواحد و موجة وبواحد بموجة بثانين. و اجمع الاساس من خلال الاساس اضرب كل حد من خلال الاساس اضرب كل شيء و اتمل ده افضل از H2 في اثنين والسلبسين اجمع الاساس الاساس 0 اي عادة التجمع مع قص جمع ب0 2 أسفل بكين بواحد يبقى لو ضرب و دي عادة qué اضرب ذي و دي و، 2 موجة بى 1 موجة ب drei بتجمع، يمكن امدا جدا به اضرب freaking FB triple B solution B الذي ساوال بس ازبد يارح ازيمة ع ξ orals المقام برضو حدود المشكلة رتب الحدود المقام برضو حدود المشكلة المقام برضو حدود المشكلة يبقى الجسمتهم بواحد السؤال الخامس أودع زياد مبلغ 80 ألف جنيه في أحد المنوك بفائدة سنوية 10.15% كم يصبح جملة رصيده بالجنيه بعد 10 سنوات علما بأن جملة الرصيد يعطى بالعلاقة دي الجين بتساوي مهم في واحد مجبراه لكل سنون حجب مهم المبلغ وراء نسبة موية للفائدة ونون عدد السنوات واحد يقول لي يا مستر ده ده على طول الربح المركب بس قانون الربح المركب جين بتساوي ألف وواحد مجبراه على سين لكل سنون سيني مش مشكلة حط ما كان الألف مهم وقال لك المهم اللي هو المبلغ ماشي خدوا بالكم هنا بيقول لك فائدة سنوية يبقى عدد فترة تكسيم واحد انت هتكسيم على واحد الواحد ما بتكريبس هتضرف واحد الواحد ما بتكريبس فهمتوا يا شباب تعالوا يلا بينا الماشي خط وخط اكتب القانون اللي هو مدونة جين بتساوي ألف تشغل حط مين واحد موجة ريح على سين تبسين بواحد لان انا عدد فترات تكسيم دي السنوية بعدد فترة تكسيم واحد يبقى اكتب راه بس نون سين نون سين احنا جالين بواحد يبقى نون بس بتساوي سين مين وحط المبلغ الابتداء جوال ثمانين الف تين واحد زمانين زائد راه اللي هي النسبة عشرة وخمسة من عشرة عشرة وخمسة من عشرة في المئة يبقى تكسيم على مين يبقى عشرة وخمسة من عشرة على مين اكتب القوس والسنون نون هنا لعدد السنين عشرة بالله الحزبة ما تتعبش نفسه يبقى سباب كله توماتيك ثمانين الف انا عام اترى من الثلاثلة ثمانين الف فيه افتح قوس القوس من نحت الشمال واحد كسر البصة عشرة وخمسة من عشرة ننزل بالسهر من تحت المقام مين اضغط بالسهر من نحت اليمين عشان تطلع برد كسر اكفل القوس القوس من نحت اليمين قسة عشرة على متل او سي دي اكتب عشرة تساوي على طوب طلع يا شباب ميتين وسبحتاشر الف مية ستة وعشر واربعة من عشرة اكتب ميتين وسبحتاشر الف مية ستة وعشر وخمسة من عشرة اكتب كمان شباب ميتين وسبحتاشر الف مية ستة وعشرين وخمسة من عشرة واحد يقول يا مصر ده اربعة من عشرة اللي قبلها او ستة شباب يبقى زود واحد يبقى ده شباب بالجنيه جملة رصيده ده يا شباب ما عليكش يا شباب هو عايز بالجنيه يعني عايز لا اقرب عدد صحيح هي كانت المفروض قبل العالم العشرة اربعة اللي اربعة ما زودش حاجة على الصحيح يبقى تساوي اكتب دايزة ما هي ميتين وسبحتاشر الف مية ستة وعشرين جنيه هو عايز بالعدد الصحيح يا شباب السؤال السادسي يتناقص عدد الهواتف الارضية في احدى المدن نتيجة انتشار الهواتف المحمولة بمعدل عشرة في المية فاذا كان عدد الهواتف في احدى السنوات اربعة وخمسين الف هاتف فاكتب دالة وسية تمثل عدد هذه الهواتف بعد مرور نم سنة ثم قدر عدد الهواتف بعد مرور الثلاث سنوات خدوا بالكم يا شباب دالة كتناقصي وعلى طول تضع القص ايه القانون بتاعه دال نون بتساوي الف في واحد سالب راهل كله السنون الف اللي هو القيمة الابتدائية راهل اللي هو النسبة الماوية نون اللي هو عدد السنوات ماشي يا شباب يلا بنا واحدة واحدة انتبع الجلس حيث انتبائي شباب اتدلاء وبعد كده نعود بعد تلات سنوات تعالي الاول نكتب اتدلاء ده النون بتساوي القانون بتاعها الف في واحد ناجس الكل سنو بتساوي الف اللي هو الايه الكمال الابتدائي اربعة وخمسين الف في واحد ناجس الراحل هي النسبة المقوية عشرة في المية يعني عشرة على مية الكل سنو بتساوي دي زمعين اربعة وخمسين الف في اختصر دي وحطا جولكوس والسنون زمعين دي الدل واحد ناجس عشر عالمي واحد ناجس عشر عالمي اللي هي واحد من عشر بتساوي اللي هي تسع من عشر يبقى اكتبين التسع من عشر اربعة وخمسين الف يبقى اربعة وخمسين الف في افتح كوس تسع من عشر اكفل كوس قص تلات ساوي طلعت يا شباب تسع وتلاتين الف تلتمية ستة وستين تسع وتلاتين الف تلتمية ستة وستين اخدوا بالكم وعايزي الدل الاول بعد كده نعود بالدل بعد الثلاث سنوات عشان نحط تلات ما تعودش على طول لازم خطوة خطوة لان كل واحدة من دي عليها درج السؤال السابق بالغ عدد الابكار في احدى من الزرع الماشية ثمانين بقرة فاذا كان معدل التقاسل لهذه الابكار يبلغ تمنتاشر في المية سنويا تجريبا فوجد عدد الابكار في المزرعة بعد ثلاث سنوات هو هنا مش عايزي الدلت هو عايزي يعاوض على طول خدوا بالكم هنا معدل التتقاسل يبقى دالت نمو قسم نكتب القانون بتاعها الزين دال نون بتساوى قالب فيه واحد موجب راهق لكل قسم نوم التضاول يبقى واحد نجس رحم النمو يبقى ايه واحد زاد رحم خدوا بالكم انفرج بين دي و دي يلا بنا يا شباب الاول يا شباب هجيب ده النون بعد كده يعوض عن نون بكام باربعة نون لو عدد السنوات ده النون القانون بتاعه قالب فيه واحد زاد رحم خدوا بالكم تقاسل يعني زيادة كل السنوات بتساوى قالب الكمل الابتدائيه كان 80 بقر فيه واحد زاد رحم 18 في المئة هكسيمها على مئة يبقى 18 على مئة الكل السنوات بتساوى 80 فيه اعمل دي بالعاء هجيب واحد زاد كاس 18 على مئة بتساوى السيدين 81 من المئة الكل السنوات طيب هو عايز بعد 4 سنوات شين نون نحط اربعة ده النون بتساوى 80 فيه واحد وطمنتاشر من مئة الكل السربعة حتى بالله الحاسب 80 فيه افتح كوس واحد وطمنتاشر من مئة اكفي الكوس اس اربعة ده القس اربعة تساوى مئة خمسة وخمسين اللي جاب العلامة اللي جابلها واحد ما بيقصر يبقى تساوى مئة خمسة وخمسين ماشى السبب سين نون نحط اربعة السؤال التامي بلغ تعداد سكان احدى المحافظات في جمهورية مصر العربية اربعة وستة من عشر مليون نسمة بمتوسط زيادة اربعة في المئة سنوية اولا اكتب دل اوسياته مثل النمو والمستقبلي ثانيا قدر عدد سكان هذه المحافظة بعد مرور خمس سنوات من وقت التعداد يبقى يا شباب هنعمل خط وخط ده دلت نموه اوسي ولا دلت تضاول اوسي جلت نموه مستقبلي يبقى دلت نموه اوسي القانون بتاعها ده النون بتساوي الف في واحد موجب رائل كله بس نوم هنعوض يا شباب الكمال الابتدائية رائل النسبة الماوي نون زمائي ثم في الحالة الثانية هنعمل خمسة واجيب الناتر نفس الخطوات يا شباب يبقى شباب دلت نموه اوسي دلت نموه اوسي دلت نموه اوسي دلت نموه اوسي رائل نسبة الماوي اربعة عالمية الكله سنوه بتساوي اربعة وشتة من عشرة جامعية في واحد جهاز اربعة عالمية اللي هي واحد واربعة من مية الكله سنوه طيب وعيج دلت نموه اوسي دلت نموه اوسي ده الخمسة بتساوي. الشي اللي نون هنا حط خمسة اربعة وشتة من عشر زماية في واحد واربعة من مية زماية. الشي اللي نون حط خمسة. هاتها بالآية حزب. بس خدوا بالكم. اذا كان في علامات عشرية تجربها زي ما اومد ذلك. انا من عشر تجربها انا من عشر. الا احسن. غير الا اذا طلب منك حاجة تانية. اربعة وشتة من عشر. في افتح كوس. واحد واربعة من مية. اكفي الكوس. اص. اص كام خمسة. شو. خمسة وخمسة من عشر اللي قبلها تسعة زاود واحد يبقى خمسة وشتة من عشر. ما طلبش منك تجرب لكام? خلاص هاتها زي ما اومد ذلك بالزرط. خمسة وشتة من عشر مليون. السؤال التاسي. يتناقص عدد المشاجعين لأحدى فرق كرة القدم بمعدل الاربعة في المية نتيجة خساراتها في احدى الدورات الرياضية. فاذا كان عدد المشاجعين في اول مباراة ستة وثلاثين الف وربعمية. فاكتب دال اوسية تمثل عدد الحضور صاد في المباراة نوم. ثم قدر عدد المشاجعين في المباراة العشرة. خدوا بالكم يا شباب. هنا دالت نمو السي ولا تضاول السي? جالك بيانقص يبقى التضاول. الفريق كان المشاجعين كانوا عندهم امل في الفريق. مباراة اثنين تلاتة لقوم بيخسروا. جال للمشاجعين. فقدوا يجيلوا شوية شوية الغتمة هيوصلوا لصفر. هو عايز يدل. اكتب دال نون بتساوي. دالة التضاول السي اللي هي آلف فيه واحد. واحد. ايه شباب واحد. انا نسيت واليه واحد سالب راح لكل سنون. بس بدل ممكن مكتب دال نون اكتب صاد. دال نون اللي هي صاد. يلا بنا يا شباب. يبقى بدل مكتب دال نون هكتب صاد. بتساوي القانون الف. في واحد ناجس. ناجس ليه? لانه ايه? تضاول بالعدد بجل. اكتب الف الكامل الابتدائيه. كام? يا لأ وكانت كل دولة ستة وتلاتين الف وربعمية. هيجيلوا وجيلوا وقت ما يوصلوا صفر خالر. واحد ناجس. راح. راح اللي هي النسبة المقاوية اربعة عالمية. الكل سنون. هتساوي ستة وتلاتين الف وربعمية. في واحد ناجسة اربعة عالمية. هتا بالآل حزب. مش عايزي على حزب ولا حاجة تستة وتسعين من مية. الكل سنون. طب هو عز دلوقتي يقدر عاد المشاجعين في المبارة العشرة. المربرة العشرة. لما ينقصوا هيب واحداتهم كام? يبقى. سا بتساوي. شنون وحط عشرة. يبقى ستة وتلاتين الف وربعمية. في ستة وتسعين من مية. الكل قص عشر. بتساوي. هتا بالآل حزب. ستة وتلاتين الف وربعمية. فيه. افتح كوس. ستة وتسعين من مية. افتح الكوس. قص عشر. بتساوي. طبع كم يسبب دلوقتي? اربعة وعشرين الف مية تسعة وتسعين. بس اللي قبلها تسعة. تسعة اللي قبل العلامة تزودوا واحد على الصحية. يبقى اربعة وعشرين الف ومتين. اربعة وعشرين الف ومتين. مشاجعين. ماشي يا شباب. بالتوفيق ان شاء الله يا شباب.